هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد من منتج نوفا بمدينة الرياض جاي غطي لكم هونداي بليسيد موديل 2023 بتحديثات منتصف العمر السيارة ما شاء الله تبارك الله صارت أفخام ومواصفات أكثر وتصميم أجمل ضروري تخشون على تطبيق مستعمل وتخشون قسم السيارات وتختارون بليسيد شوفوا في عندنا موديل 2021 للبيع فبإمكانك تطلع على تطبيق مستعمل فبكل سهولة أي سيارة انت حاب تعرف عنها ادخل على تطبيق مستعمل ممكن تلاقي سيارة مناسبة بسعار مناسب هم ينزلوا سيارات جديدة ومستعملة كل السيارات حاليا هنا معروضة سيارات مستعملة الرابط في الوصف طبعا التطبيق متوفر لأجهزة الأبل والأندرويد وأيضا هواوي تنبيه مهم جدا بخصوص جودة التصوير والصوت اعتذر إذا في أي خلل التصوير تم من قبل طاقم عمل خارجي والتغطية راح تكون مختصرة لأنني شرحت في المقطع الماضي أغلب مواصفات السيارة وجربتها لكم كمان وبحط لكم رابط المقطع في أول التعليق وكما وعدتكم في المقطع السابق بذكر الأسعار فالسيارة تتوفر بعدة فئات وابتداء السعر من 171 350 ريال وصولا 217 350 ريال طبعا الأسعار هذه شاملة ضريبة القيمة المضافة وكأني سمعت أنه عليها صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيما أسبق بس الأفضل تتأكد من النقطة من قبل الوكيل إذا هذا الشيء مشمول ولا لا وبالنسبة للضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيما أسبق وتتوفر على السيارة محركين الأول 6 سلندر بسعة 3.5 لتر 3500 سيسي مبي آي يولد 272 حصان والعزم 330 نيوتين متر أما المحرك الثاني الأقوى نفس الموجود في السيارة اللي بنصورها برضو 6 سلندر بس بسعة 3.8 لتر 3800 سيسي حقا وقود مباشر يولد 295 حصان والعزم 350 نيوتين متر وقير موحد للمحركين أوتوماتيكي بثمان سرعات مع نظام الدفع الربع المستمر اتش تراك من هونداي بالنسبة لاستهلاك الوقود اللتر واحد يمشيها 11.1 كيلومتر بتقييم جيد بنزين 91 ما شاء الله داخلية السيارة فيها إبداع عجيب يعني تخيلوا تتوفر السيارة بتسعة أنواة مختلفة من التصاميم الداخلية وأيضا 6 ألوان أما الألوان الخارجية تتوفر أغلب الألوان بالنسبة لمواصفات السلام والأمان تتوفر على السيارة إرباقات محطية دائر مدار أيضا الوساد الهوائية من الصدمات الجانبية بشكل قياسي أيضا تتضمن مجموعة من أنظمة مساعدة السائق والعديد من التقنيات المبتكرة مثل مساعد تجنب الاستدام الأمامي ومساعد تجنب الاستدام في النقطة العمياء ومساعد الخروج الآمن وتحذير السائق ومساعد الضوء العالي ومساعد تتبع المسار وحركة المرور الخلفية المساعدة في تجنب الاستدام والمساعدة على تجنب الاستدام في الركن العكسي ومساعدة الركن الذكية عن بعد والكثير من مواصفات الأمان المعروف في سيارات هونداي يعني ما يحتاج أقول لكم ما شاء الله هونداي كل يوم بتطور من ناحية القيادة الشفى ذاتية وإلى آخره نبدأ شرحا من الواجهة الأمامية عندنا الليد النهاري بتصميم جديد بالكامل والإشارات في المنطقة هذه وعندنا الإضاءات عبارة عن ثلاث عدسات أيضا عندنا هنا لمسة كروم وفيها حساسات أمامية وأيضا الشبك بالكروم المطفي هنا عندنا الرادار لأن السيارة فيها القيادة الشفى ذاتية وأيضا فيها كاميرا أمامية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة نجي الآن لجانب السيارة عندنا أول شيء الجنط هنا بقياس 20 إنش وجاء مكحل باللون الأسود مع الكروم كتصميم عندنا ثلاثة تصاميم وكقياسات ابتداء من 18 وصولا إلى 20 إنش وقياس الكفرات عندنا 245 في 50 قياس 20 والكفرات من شركة بريجستون كنعومة السيارة ناعمة ما في أي اشكالية وعزلة كويس والأمور تمام عادة تكون هنا عوازل بلاستيكية لكن هنا لون السيارة لأن الفئة هذه تعتبر أعلى فيها في بلسيد 2023 المرايات الجانبية تتصفت كهربائيا وأيضا فيها إشارات LED نفس الوقت هنا عندنا كاميرا لمراقبة المسار مع مستشعر للمطر بالنسبة لمقابض الأبواب الأربع كلها جاية مختلفة عن موديل السابق عندنا الكروم المطفي مع الدخول الذكي في الأعلى سلة لتثبيت الأمتعة مع فتحة سكف بانورامية طبعا هنا فتحة سكف عادية بعدين فتحة بانورامية أيضا عندنا لمسات الكروم هنا في أسفل الأبواب تانك البنزين جهة السائق أيضا فيها حساسات جانبية وخلفية بالنسبة للإضاءات الخلفية تم إعادة تصميم الإضاءات هذه أول زمان بس كروم الآن لا صار فيه إضاءة خافتة وأيضا إشارات LED إضاءة الريوس هنا في المنطقة هذه وفيها الحركة اللي هي إضاءة الخطوط نفس حركة الأزيرة مجرد ما تحط على الريوس تلاقي خطوط مضاعة أيضا عندنا لمسات الكروم في المنطقة هذه بشكل كامل ست حساسات خلفية وجانبية حتى في الأمام ترى فيه ست حساسات لأن السيارة فيها ميزة التقديم والرجوع عن طريق الريموت هنا عندنا كاميرا خلفية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة طبعا السيارة فيها الشنطة الذكية الشيء المميز في الموديل هذا عندنا الكاميرا هذه ووظيفة الكاميرا هذه عندنا المراية الوسطية عبارة عن شاشة فبالتالي أنت تقدر تشوف خلفية السيارة بكل إراحية بدون أي عائق وأيضا عندنا هنا الخط هذا عبارة عن إضاءة فرملة في الفئة هذه فقط أما من الفئات الثانية جاية إضاءة عادية نفتح الشنطة طبعا شنطة كعربية يزون بكل إضاءة اللوحة هلوجينية أما بقيت الإضاءة فل إليجي هنا مساحة التخزين السيارة ثلاث صفوف ثماني ركاب أبغى صفت الصفة الثالث كل اللي عليها أضغط الزر اللي هنا شوه ضغطة واحدة وكمان هنا ضغطة واحدة ولو لاحظتم المساند تلقائيا تتصفت شوفوا مساحة التخزين جدا كبيرة الشيء الجميل أنه عندنا يش شوفوا هنا التحكم الخاص بالصفة الثالث للركاب اللي حيكونوا جالسين في الصفة الثالث فبالتالي إذا حابين يقدموا الظهر يؤخروا الظهر عندهم التحكم الخاص وأيضا منافذ يو اس بي موجودة لكل ركاب لو تلاحظوا عندنا منافذ يو اس بي صارت تاب سي ونفس الوقت عندنا حاملات الأكواب الشيء الجميل فيه منفذ يو اس بي كمان للضرورة أوريكم بعدين طبعا الإضاءات الداخلية كلها فل LED الآن ننتقل للصفة الثاني ونقفل الشنطة بشكل كهربائي نبدأ الآن بشرح مواصفات الداخلية عندنا الستائر الجانبية الخلفية الداخلية باللون الأسود بالكامل وأيضا عندنا التخشيب هنا باللون الفضي النوافذ الأربعة كلها أوتو بالنسبة للصفة الثاني الموضوع سهل جدا كل اللي عليك تضغط الزر بالطريقة هذه المقعد كامل يتقدم لقدام عشان تقدر تطلع للصفة الثالث بكل سهولة طبعا أقول لكم شغلة مهمة جدا السيارة هذه أنا جربتها كصفة ثالث جدا ما عندك مشكلة حتى وانت بالغ ما عندك أي إشكالية السيارة واسعة ما شاء الله تبارك الله وإذا أبقى خرج بكل سهولة كذا بعدين بشكل يدوي حلو الآن أنا جلست في الصفة الثاني شوفوا شوفوا كذا أخذ شي صح شوفوا درجات شوفوا كذا في الليل شكل السيارة طبعا لما تفتح الباب الإضاءة تنطفي أوكي لو فتحت أي باب تنطفي الإضاءات شو 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 دحين شوفوا كانوا من التحذير إنه فيه باب مفتوح شوفوا أول ما أفتح الباب شوفوا شوفوا كذا شكل السيارة ما شاء الله اللون الأبيض أنا غرمت صراحة باللون الأبيض ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اللون الأبيض كلام شفت الإضاءة هذه إضاءة خافتة مكان الكروم عندنا هنا التحكم مستقل بالتكييف وأيضا تبريد وتسقين للصف الثاني وأيضا عندنا 12 فولت هنا والأهم عندنا منافذ تاب سي في ظهر المقاعد بدل اليوس بي صار يوس بي سي نيجأ الآن للأمام عندنا المقاعد الاثنين كلها بتحكم كهربائي وأقدر أتحكم بالمقعد هذا أنا كسائق وأيضا من الخلف يقدر يتحكم بالمقعد هذا في عندنا دعامة هنا للركبة للراكبين وأيضا فيه مساج تبريد وتسخين والآخر التغييرات اللي حصلت إن الشاشة هنا عندنا بقياس 12.3 إنش وأيضا العددات صارت شاشة كاملة وأيضا شوفوا الفورميكة هنا كيف الشاحن هنا الويرلس صار كقوة أقوى من أول كان 5 واط الآن صار 15 واط فبالتالي بدل ما تشحن أربع ساعات تقدر تشحن جوالك فل خلال ساعتين واربعين دقيقة وأيضا فيها قيادة شبه ذاتي الآخرة كده تنتهي تغطيتي لهذه السيارة وشرحت لكم تجربة عملية لهذه السيارة في المقطع السابق منتظرين الشباب الدور إنهم يصور السيارة إن شاء الله إني ما قصرت معكم في التغطية أتمنى التغطية نالت إلى جابكم كان معكم أبو نهال في أمان الله اشتركوا في القناة